لمرة أخرى نجد أن اثنين من أقطاب المشهد الليبي يتجاذبان بشكل غير مباشر ويلعب كل منهما حسب نيته واحد منهما ذنية تخدم الوطن والمواطن وواحد منهما يغرد خارج السرب ففي وقت تحتاج ليبيا فيه لشراع من حديد للعبور في بحر دماء الثوار الذين انتفضوا لهذا الوطن المنهك وفي وقت تتوق لحرف الباء في اسمها ليجمع شتاتها من جديد ويلم أولها على آخرها نجد فقاعات ضبابية تجوب في الأرجاء تزيد من الغموض والتوتر على الساحة الليبية وكأن ما فيها من تجاذبات وإرباكات لا تكفي لزيادة الطين بلة إذ وببساطة شديدة يختار دبيبا هذا التوقيت بالذات للتباحث مع رئيس التركي حول آخر التطورات في ليبيا وبعض الملفات الأمنية والاقتصادية فقد نفوت تلك المباحثات التي لا تغني ولا تسمن من جوع لكننا بالتأكيد لا نستطيع تفويت اقتراح مقدم من قبل أردوغان لدبيبا بشأن زيادة العسكريين الأتراك في ليبيا توقيت دبيبا قد يضرب جهود اللجنة العسكرية 5 زائد 5 في مقتل إذ أن الأخيرة كانت قد أعلنت عن اجتماع مرتقب في تركيا للتباحث حول آلية إخراج قواتها ومرتزقتها من ليبيا تمهيدا لانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر سيما وأن يد تركيا قد طالت كثيرا في الأراضي الليبية بحجة وعود بالإصلاح والإعمار لم يتحقق أي منها على أرض الواقع ناهيك عن أنها ما زالت تدعي أن وجودها يعد وجودا رسميا نظرا للاتفاقيات التي كانت قد عقدت مع حكومة الوفاق السابقة التي هي الأخرى قامت بتوقيع تلك الاتفاقيات دون التزام منها بصلاحياتها بل تجاوزت كل ما هو مسموح به بعض المراقبين للشأن الليبي توقعون أن تتقدم حكومة دبيبا بطلب رسمي جديد إلى أنقرة تطلب فيه زيادة عدد أفراد بعثتها لاستشارية العسكرية والأمنية في طرابلس فضلا عن إرسال دفعة جديدة من عناصر الأمن الليبية للتدريب في تركيا بالتزامن مع إجراء انتخابات ديسمبر فالضغوطات الأوروبية المتواصلة تجاه إخراج القوات التركية من ليبيا والمطالب الشعبية بذلك هل سيفيان بالغرض ويجعل دبيبا يرجع خطوة إلى الوراء لتجنيب البلاد مزيدا من التوترات